الهجوم السريع واستخدام المركبات المدرعة في المعارك العنيفة كل هذه تمثل أجزاء من تدريبات القوات في هذه المناورات العسكرية المشتركة التي تشارك فيها القوات الصينية والروسية في حين حظي هذا النوع الجديد من المركبات الهجومية المدرعة ذات العجلات باهتمام بالغ في موقع المناورات مع مدافع دبابات ومدافع الشاش المضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة والقبائف فإنه لديه قدرة ضرب قوية في إشارة إلى مسار التعاون تعلمت القوات الروسية كيفية قيادة المركبات المدرعة الصينية في هذه المناورة لمساعدة الفرق الروسية على تكايف بالسرعة مع هذه المعادات الجديدة كمنا بلكثير من التدريبات التي اجتملت على تعلم الخطط والمساعدات التدريبية كأصدقاء قدامة تعوض المشاركة في مسابقات القوات الدولية أجر جانبان التنسيق بشكل موثيق في المناورات واستخدمها عشرات الأسلحة في السيناريوهات القتالية المحتملة هذا وسلوب الاختبار قدرات قتالية مشترك وتوعد قوة النيران لهذه المناورة أعلى كثافة هي ستهم إطلاق أكثر من مئة طلقة في تقيقة واحد في نفس الوقت والنفس المكان في نهاية المناورات أمل الجنود في أن التدريبات المشتركة ستعزز التحالف الصيني الروسي وستساعد على تحسين القدرات القتالية لقواتهما ترجمة نانسي قنقر